أكثر من مئة وستين مجلساً وهيئة محلية حسمها سكانها بالتسكية والتوافق ونجحوا في تشكيل قوائم موحدة داخل حدود هيئاتهم معللنا ذلك بأنه الأسلوب الأمثل والأكفأ لاختيار الأشخاص الذين يستحقون ثقتهم وتمثيلهم هذه العملية كانت ولدة للحوار المباشر بين المكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية التي أخذت بعين الاعتبار قانونيتها وعدم مخالفتها للنظام الانتخابي وتحفظ مكانة وحصة تمثيل المرأة فيها وأنها الطريقة الأوفر للجهد والوقت لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في ظل تعدد الأراء المؤيدة والرافضة لفكرة التسكية أي أعضاء بلدية بدون أهل البلد تعاون أهل البلد هناك شيء يسمى نجاح لا للبلد ولا للمحافظة إذا أهل البلد اجتهدوا وساعدوا شبابنا إن شاء الله بالمرحلة القادمة بالبلدية تكون البلد ناجحة إذا أهل البلد ما تعاونوش نفس المراحلة الأولى راح تظل البلد هي لجنة الانتخابات المركزية وعبر مكاتبها في مختلف محافظات الوطن أنجزت كافة المتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى مما يعزز من قدرة ومكانة مختلف الهيئات في العمل على رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية عبر اختيار أعضائها بالانتخاب المباشر أو بالتوافق والتزكية ما بين السكان كل أهل البلد فيهم الكفاءات وفيهم الكدرة على إدارة المجلس ولكن الوقت كان عامل مهم فارتأينا جميعا وبالإجماع على أن يكون التوافق هو سيد الموقف وهو توجه عام لكافة البلد وتم التوافق على المجلس القديم بكافة أعضاءه خصوصا أنه منتخب من قبل أهل البلد في المرحلة السابقة كان فيه اتفاق في القرية بالنسبة لقائمة التوافق وتمت الحمد لله بمشاركة جميع العائلات ورغم الإجماع الوطني الشامل على أهمية ومكانة انتخابات الهيئات المحلية ودورها في رفض المجالس المحلية بأصحاب الخبرات والطاقات والقادرين على تحقيق حاجة المواطنين للخدمات اليومية ولو بالتوافق والتسكية إلا أن أصواتا ترى أهمية اللجوء لصندوق الاقتراع كخيار شفاف وعادل للجميع أفضل من التسكية ما شاهدته الانتخابات للهيئات المحلية في محافظة أريحة والأغوار سواء بالتوافق بين مكونات الهيئات المحلية المختلفة أو بالانتخاب المباشر كما يحدث هنا في بلدة العوجة إنما يعكس ذلك حالات الأهمية والاستراتيجية التي تتمتع بها الهيئات المحلية في تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات لذلك فإن اختيار الرجل المناسب سيعزز من قدرة هذه الهيئات ويجعل منها جسرا ما بين الحكومة واحتياجات المواطنين فاتحي براهمة تلفزيون في الصين على